11 نرجع تاني لمباراة الدرمارك حركة تحدثت أنه كان فيه أخطاء النهار تحديدا فيه الشوت الأول وطبيعة الحال أنه فيه مباراة ممكن نبقى جايدين فيها فيه مباراة غير جاية احنا كسبنا عملنا خمس مباراة رائعين جدا وبعد كده خسرنا من الدرمارك بعدم توفيق فيه الشوت الأول الأخطاء اللي احنا محتاجين لنا تلافيها ان شاء الله هو طبعا مباراة النهاردة محتاجين الأخطاء اللي هتدى الفرقة عايزين نلاقي جماعة مع بعض كان فيه تصرع كتير جدا من فرقنا من المنتخب في بداية الشوت الأولاني هو ده اللي قدر مع الفرق اللي هي القوية زي الدنمارك وفرنسا وأسبانيا والفرقة القوية ديت لازم تفضل ماشي معهم جون بجون لو مشيت معهم جون بجون هتلاقي الأمور بك كويسة لكن هم استغلوا الفرصة لعبتنا اللي هي حصلت في أول البداية فطبعا ده فرق عاملنا بتاع حوالي خمس ست جوان هو ده اللي يمكن قل شوية من التركيز بتاع المنتخب المصري بس أنا واسك أن من المنتخب المجموعة الموجودة كلها والجهاز الفني أنه هيصلاحوا الأخطاء دي بتاعت الفريق لأن احنا عندنا معترك جامد جدا من ماشي السويد بعد بكرة ماشي مهم هيعمل التاريخ احنا من ضمن أربع وخمس فرق في العالم كويسين ماشي النهاردة اللي حصلت فيه الأخطاء أو اللي حصل في الماشي كله ده ما يسببناش أي مشكلة احنا وصلنا الهدف الأولانية بتاعنا هو الوصول لدوري التمانية الحمد لله ربنا قرامنا قدير نوصول لدوري التمانية نكمل بقى احنا يعني عملنا الإنجاز صح نحق التاريخ بقى ونعمز ألفين واحد ونخش مربع الزهبي والولاد قادرين الكلام دوت أكيد هيعودوا مع بعض النهاردة أكيد الجهاز الفني هيحط إيديه على الأخطاء الفرق الأوروبية بتعمل سكاوتينج على الماتشات ممكن النهاردة عز أقول لك حاجة أن مهايب ظهر بشكل قويس مهايب حطت ستة هداف من تمن قول حظ كمان في الأول كورتين في الآية يعني آه يعني هما كورتين دول يضيحهم لكن حط تمن حط ستة هداف لأنه هما اللي سكاوتين بتهم يعني مش عارفينه لسه لعيب صغير في مختبع العمر هيقدر يقدي هيقدر يقدي الفترة اللي جاية مع المجموعة اللي موجودة اسكان علي زين اسكان دودو اسكان إبراهيم المصري الدرقة مش هيلحة ممارات السويد ولا هيلحة إن شاء الله لا إن شاء الله ممكن يكون جزع في الصباع أو يعني الحمد لله هي مكونش حاجة خطيرة لكن طبعا درقة من العمدة الأساسية المتخبنة الوطني محتاجين طبعا مجهود كل اللي عيبة محتاجيني التركيز بتاع الفرقة في برضا بعض الأخطاء إن إحنا بمستغرش الأجناحة كتير زي سند زي أكرم والناحة التانية بقار ممكن سفة درع ملاعب شوية في الوينجريفت قدرنا ما وصلنا قرى للسفة درع دخل حط جنين في لندن لندن مش مخيف زي ما إحنا عارفين بس هو أنا حسيته مخيف النهار ده عمل أقوله يا أخي بقى يا أخي هو مخيف بقون على مستوى عالي لكن إحنا التصرع بتاعنا أثناء الهجوم بتاعنا وعدم التركيز هو ده اللي ممكن أعليه طبعا هم عاملين حساب لمنتخبنا وعملين واخدين مطشي زي منافس قوي وزي طار لأن هنا في أهلوين 19 هنا كنا نطلعهم مطشي من أكتر الأيام اللي حزين تجاه في حياتي عاملين حساب جدا جدا لمنتخب مصر مش الدينماركي بس كل الفرق السويد بردك عامل حساب للمنتخب المصري ممكن اللي هساعد السويد بس إنه هو في ملعبهم فصالة السكول ما هيلعبوا صلاة أكبر من الفتاعة مالمو ربنا هوفق إن شاء الله الفريق يركزوا إن شاء الله في المباراة الجاية وإن شاء الله يكون خير بإذن الله